قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع المياه غربي سيناء وأعلن المتحدث العسكري أنه تم للشباك وتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أصفر عن استشهاد ضابط وعشة جنود وإصابة خمسة أفراد ويجري مترادة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بسيناء هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره شكرا